طيب نرجع تاني لحكاية بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني لسه فيه كلام كتير عن القصة بتاعته لسه موضوع التعاقد ده اللي انتوا عارفينه نتأجل لما بعد كأس العالم الأندية بقرار من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضيقا وغضبا من اللي بيعمله موسيماني في الفترة الأخيرة طيب تعالوا نعد المشاهد مشاهد موسيماني والأهلي فيما يخص تجديد التعاقد ايه اللي حصل بدأت منين الحكاية ووصلت لحد فين تعالوا نبدأ بيه المشهد الأول المشهد الأول قبل انتخابات الأهلي بأيام قليلة في شهر نوفمبر الماضي صرح الكابتن محمود الخطيب ان التجديد لموسيماني مسألة وقت وان كافة الأمور محسومة ولا يوجد أي مشكلة تؤثر على تجديد التعاقد مشهد اتنين بعد الفوز بالسوبة للأفريقية على حساب الرجاء المغربي موسيماني أكد في تصريحات صحفية أن المفاوضات بين زوجته ووكيلة أعماله في ذات الوقت وبين النادي الأهلي مستمرة وانه ليس لديه أي طلبات مشهد ثلاثة تم تسريب العديد من الأخبار من جانب وكيلة أعمال بيتسو بأنه يريد التجديد موسيمين وليس موسما واحدا وزيادة عقده 20% بالإضافة إلى تغيير الشرط الجزائي ليكون 6 أشهر بدلا من 3 خوفا من إقلته مشهد أربعة الأهلي وافق على زيادة 20% وأيضا رفع الشرط الجزائي ليكون 6 أشهر حتى يطمئن المدرب لكن كان هناك تحفظ من جانب الإدارة على فكرة التجديد موسيمين المشهد الخامس موسيميني أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا أبدأ فيها اندهاشه من تأخر الأهلي في تجديد عقده وأكد أنه لا يعرف السبب وراء ذلك وأنه يملك عروض من الخليج لكن ينتظر موقف النادي الأهلي المشهد السادس تصريحات موسيميني أغضبت إدارة النادي الأهلي التي طالبته بضرورة السكوت وعدم الحديث في مثل هذه الأمور أمام وسائل الإعلام وتم التأكيد له أن النادي جاهز للتجديد ولكن في الوقت الذي يريده وفقا لظروفه النادي الأهلي المشهد السابع موسيميني واصل تحدي لإدارة النادي الأهلي وأعلن أن كهرباء راحل عن النادي دون أن يعلم والقرار كان بيد إدارة النادي الأهلي وهو ما أغضب الكابتن محمود الخطيب الذي طلب من المدرب عدم الحديث في أمور الفريق مجددا أمام الإعلام المشهد الثامن موسيميني رفض التزام الصمت وواصل حديثه عن قصة تجديد عقده مرة أخرى وأكد من جديد أنه لا يعلم لا يعلم سبب عدم تجديد عقده وأن المشكلة ليست من عنده وأنه مدرب كبير وحقق بطولات كانت غائبة عن القلعة الحمراء منذ سنوات يا سيدي فيش بطولات بتغيب عن الأهلي المشهد التاسع إدارة الأهلي غضبت من جديد بسبب تصريحات موسمانية وصربت بعض الأخبار حول طلب المدرب زيادة عقده 25% وليس 20% وأن زوجته لديها طلبات جديدة وتلمح لإدارة النادي الأهلي بوجود عروض خالجية مغرية للمدرب المشهد العاشر إدارة الأهلي غضبت من تطور الأمور بهذا الشكل وقررت تجميد تجديد عقد موسماني لما بعد كأس العالم للأندية كرد قوي على موقف المدرب وإصراره على الحديث عن عقده أمام وسائل الإعلام